أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرناتشو مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لحجد إمكانات الدولة الانتاجية سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص وذلك من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء لا سيما المعدات والآلات وذلك في ضوء حجم الأعمال الانشائية الضخمة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص وقالت رئاسة الجمهورية أن فوز خمسة مشروعات مصرية في مصابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال الانشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى على قدرة الدولة المصرية على إنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والانشائية في مدى دناء زمنية قياسية كانت مؤسسة اي ان ار الامريكية العالمية والخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مصابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والانشاءات الهندسية على مستوى العالم لعام 2022 والتي ضمت حوالي 34 مشروعا فزت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات أولا أفضل مشروع نقل في العالم وهو محطة عدل منصورة تبادلية ثانيا أفضل مشروع ثقافية في العالم وهو مركز مصر الثقافية الإسلامية أفضل مشروع ترميم في العالم وهو تجديد وتطوير مدحف محمد محمود خليدة وأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم وهو محطة رياح رأس غارب بخليج السويس أفضل مشروع بيئي في العالم مشروع تطوير كوراة تشكة الجنوبية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار وتهدف الحزمة الجديدة من المساعدات إلى تعزيز دفاع البلاد وتتضمن بشكل خاص 18 رجمة صواريخ و150 عربة مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين لن تعترف بنتائج الاستفتاءات في مناطق لوحاسنك ودونستيك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية من جهتنا أخرى بحث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيا مع الرئيس الأوكراني بلاديمير زمنسكي الوضع العسكري والسياسي والاقتصادي في أوكرانيا بالإضافة إلى إمكانات تقديم المزيد من الدعم بما في ذلك إعادة الإعمار طلب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نرويج بتعزيز إجراءاتها للمساهمة في الحدي من ارتفاع أسعار الغاز خاصة بعد أن أصبحت أكبر مورد للغاز في أوروبا وفي بيان له قال الإليزي أن ماكرون أكاد على أهمية جهود أصل لزيادة صدراتها وبالتالي المساهمة في تقليل اعتماد أوروبا على المحروقات الروسية وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى كوريا الجنوبية في زيارات تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول وتأتي غدات إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة هذا وقد التقت هاريس رئيس كوريا الجنوبية الذي شدد على تحقيق هدف نزال أسلحة النووية في المنطقة كما شجب إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ النووية الاستفزازية حذر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية من أعصار إيان الذي سيتسبب في أضرار بجميع أنحاء الولاية وذكر المركز الأمريكي للأعصار أن إيان دخل الأراضي الأمريكية من جنوب غرب فلوريدا وهو أعصار من الفئة الرابعة ويتصف بالخطورة وتسبب بقطع الطيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل استضمت طائرة ركاب بمطار هيترو في لندن دون أن يسفر الحادث عن إصابات وقالت متحدثة باسم مطار هيترو أن خدمات الطوارئ تدخلت إثر حادث بين طائرتين مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ عملت على ضمان سلامة جميع ركاب وأفراد الطواقن نهاية موجز التاسعة نعود لاستخمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل